السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنتطرق إلى معامل المرونة الحجمي Bulk Modulus of Elasticity والانضغاطية Compressibility معامل المرونة الحجمي هو مقياس لمدى مقاومة الماء للانضغاط وهو ثابت خاص لكل مادة يعني كل مادة لها معامل مرونة حجمي يبيني أنه مدى قابلية هذه المادة للانضغاط من عدمه ويحسب بكونه النسبة بين إجهاد الضغط اللي هو Compressive Stress Delta P والانفعال الحجمي اللي هو Volumetric Strain اللي هو انفعال الحجمي يعرف على أنه التغير في الحجم Delta V إلى الحجم الأصلي فيمكن حساب المعامل المرونة الحجمي من خلال هذه المعادلة الواضحة أمامكم يرمز له بالرمز K طبعا Delta P هو التغير بالضغط مثل ما قلنا وDelta V على V هذا المقدار يدعى الانفعال الحجمي نضطي إشارة سالب لأنه الانفعال الحجمي عادة إذا كان المعامل مضغوط فالانفعال الحجمي رح يكون نتيجة سالبة في حالة الانضغاط في حالة هذا يكون موجب في حال الانضغاط وDelta V على V يكون سالب فأمطي سالب حتى يكون الكي عندي موجب وبالعكس عند التمدد الدلta V رح يكون عندي سالب وDelta V على V رح يكون عندي موجب فهذا سالب على موجب تطلع سالب فأمطي هذا سالب أيضا حتى يصير سالب على سالب يطلع أيضا الكي هو موجب الانضغاطية هي مقلوب معامل مرون الحجمي يعني هذا معامل مرون الحجمي دلta V على الانفعال الانضغاطية المقلوب هذا المعامل مجرد يصير الانفعال الحجمي على التغير بالضغط 1 على K طبعا بالنسبة لوحدات معامل مرون الحجمي إذا تشوفون هنا وحداتها تكون نيوتن البي شنو وحداتها وحدات نيوتن على المتر المربع أما وحدات الدلta V على في شنو فهي خالية من الوحدات لأنه حجم على حجم فيكون خالية من الوحدات فإذا نعدنا فقط نيوتن على المتر المربع أما بالنسبة للانضغاطية فوحداتها رح تكون هنا خالية من الوحدات يعني شنو نخلي واحد على نيوتن على المتر المربع وعدنا هنا المتر مربع مقام المقام يتحول إلى بسط فصير متر مربع على نيوتن يعني مقلوب وحدات المعامل المرونة الحجمي طبعا هنا فالملاحظة مهمة بالمسائل هل ستجينا هنا بعد انتهي شحالة ما راح تحير بالوحدات يعني فرضا إذا ال-P مطيكية نيوتن على المتر المربع وال-V مطيكية سنتيمتر مكعب سنتيمتر مكعب مطيكية فما يحتاج تحول ليش أنه عندنا سنتيمتر مكعب هاي الدلتا-V على سنتيمتر مكعب بالنسبة لهاي ال-V فهاي حيصير خالي من الوحدات ما راح يضارب عندي ويا المتر المربع هاي فد شغلة يعني إذا تنتهولها حتى شنو ما يحتاج أنه تحول وتصرف وقت في التحويل الوحدات زين نجي إلى الأمثلة الأمثلة طبعا هاي شفنا احنا قوانين جدا بسيطة فهاي الأمثلة راح نجي مجرد تعويض يقول احسب الانضغاطية احسب الانضغاطية لسائل في اسطوانة تغير حجمه من مية وخمسة وعشرين بالألف متر مكعب يعني شنو يعني نطاني الـ يقول لي من يعني الـ عند ضغط 80 نيوتن على سنتيمتر مربع شنطاني الـ P1 الضغط الأبتدائي أو الضغط الأولي ومن قلي هذا من إلى يعني شنو من قلي إلى يعني معناته صار عندي حجم ثاني وضغط ثاني يعني هاي V2 وهاي سيحصل عندي P2 زين هسا يأتي سائل يسأل يقول زين هنا عندي الوحدات مختلفة يعني هنا عندي نيوتن على سنتيمتر مربع في حين هنا عندي متر مكعب متر مكعب فهل من الواجب أنه أحول سنتيمتر مربع إلى متر أو المتر أحول إلى سنتيمتر نقول لا ليش لأنه المتر حجم على حجم المتر مكعب رح يختصر هذا خالي من الوحدات زين الدلتا P هي سنتيمتر مربع هنا وسنتيمتر مربع هنا فما عندنا مشكلة بها فتلاحظون هنا الحال السوانة 0.024 ناقض 0.0125 على 0.0125 هنا لو قلنا مثلا قلنا نريد نحول فش رح شو رح نحول نحول متر مكعب إلى سنتيمتر مكعب نضرب فيه شنو؟ فيه مليون فهنا من نضرب هذا الرقم فيه مليون وهذا الرقم فيه مليون وهذا الرقم الجوة أيضا رح نضربه فيه مليون المليون هنفوق إذا طلعها عام المشترك ويهل جوة رح يصير رح تختصر فماكو داعي لتحويل وحدات بما أنه هو مقدار 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 خالي من الوحدات زين فهنا بالتطبيق إيش رح يصير عندنا الدلتا V هاي الدلتا V هاي سويها باللون الأحمر هاي الدلتا V ال V هاي ال V والدلتا V هي هاي مجرد تطبيق مباشر رح ينحل عندي السؤال وما عدي بيه أي مشكلة وهذا الناتج يطلع تقريبا واحد في عسرة والسالب أربعة يعني صفر بوينت ثلاثة صفارة واحد سنتيمتر مربع على نيوتن نجعل مثال الثاني هذا المثال الأول جدا بسيط المثال الثاني شوف شن الفكرة مالته يقول احسب الانضغاطية لسائل زادة الضغط المسلط طبعا هنا من سبعين نيوتن على السنتيمتر المربع يعني شنون طاني هاي هاي ال V1 إلى العفو وآسف يكون ال P1 ال P1 هاي ال سبعين P1 إلى مية وثلاثين نيوتن على السنتيمتر المربع هاي صارت P2 علما بأن حجم السائل قل بمقدار 15 بالمية من الحجم الأصلي فإذا فرضا اعتبرنا الحجم الأصلي مية الحجم الأصلي إذا اعتبرنا مية فالدلتا بيش رح يكون شنو 15 15 بالمية من شنو من المية فيكون يعني 15 بالمية في مية فيكون 15 كأنما يكون 15 فهنا الفكرة مال هذا السؤال وين تكمن تكمن بأنه هو مطيك مطيك الدلتا الدلتا V مطيكيها بهيئة يعني نسبة مئوية فشو نقول هنا نقول الدلتا V هاي الدلتا V تساوي 15 بالمية العفو هاي مو 15 هاي 15 بالمية بالمية يعني 15 بال 10 خلينا نقول فهنا شنو رح نقول نقول 15 بالمية على مية هنا سواحد يقول سجلن هاي مو 15 بال 10.000 لأنه 15 بالمية بالمية شون صارت 15 بالمية عوضناها ها مو شو نقول لها نقول له هنا هاي ال 15 15 بالمية أو هي هاي مين جاية أصلها أصلها 15 بال 10.000 هاي في مية من الحجم الأصلي فمن تضربها رح نصير 15 بالمية على مية اللي هو الحجم الكلي اللي افترضناه مية على الضغط الثاني ناقص الضغط الأول اللي هو 130 ناقص 70 أنا الفكرة ما هذا السؤال أريدكم تفتهموا هو شنو هاي هاي النسبة 15 بالمية بالمية يعني مو تغلاط هاي 15 بالمية من الحجم الأصلي يعني أكو فرق بين 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 15 بالمية وبين صفر بوينت و 15 بالمية هاكو فرق جدا كبير زين ف 15 بال مية بالمية يعني 15 بالعشر تالاف من الحجم الأصلي 15 يعني هاي إذا كتبها ما ستساوي إذا كتبها كسر عشر يسر صفر بوينت صفر 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 و 15 من الحجم الأصلي اللي افترضنا أنا مية فمن أضربها رح يطلع 15 بالمية زين فطبعا بعد يعني تسوية الحساب رح يكون عندي النتيجة هو 2.5 في عسرة السالب 5 سنتيمتر مربع على نيوتن خلنا نجي نشوف الوحدات أيضا هنا بما أنه انطاني وحدات الضغط متشابه نيوتن على السنتيمتر المربع ووحدات الحجم هو أصلا انطاني الفرق وبدون وحدات يعني انطانيها كنسبة فما عدي مشكلة رح مجرد بس أخلي يعني أفهم الفكرة وأطبق القانون هذا القلة بمقدار هذا مو الحجم الثاني هذا الدلتا في يعني هذا كأنه منطاك الدلتا في زين نجي على المثال الثالث يقول ماء حجمه مئة سنتيمتر مكعب ماء حجمه مئة سنتيمتر مكعب موضوع في اسطوانه تحوي مكبه الضغط احسب الضغط اللازم لتغيير حجم الماء يقول كيف يريد الضغط الثاني يعني الضغط اللي المفروض أصل نطل حتى يصل حجم الماء إلى ثلاثة أرباع حجم الأصلي طبعا هذه نسبة جدا كبيرة بالنسبة للماء يعني ثلاثة أرباع حجم الأصلي يعني تضغطه بمقدار ربع حجم الأصلي هذا المقدار جدا كبير ومبالغ فيه لكن الغرض من هذا السؤال هو حتى تعرف اش قد يراد لي ضغط حتى أضغط الماء بهذا المقدار خلني جي نشوف يقول هو ش منطيني هنا منطيني الحجم الابتدائي ومنطيني الحجم الثاني اللي هو ثلاثة أرباع الحجم الابتدائي يعني سبعمية وخمسين ثلاثة على أربعة في ألف فهنا من نقطة صار هاي أربعة بها واحد هنا على أربعة بها ميتين وخمسين ميتين وخمسين فيه ثلاثة سبعمية وخمسين سبعمية وخمسين إذن منطيني الحجم الأولي هذا الـ V1 هل نكتبه هنا هذا الـ V1 منطيني الـ V2 وأيضا منطيني الضغط الابتدائي قال يساوي صفر على سبيل الفرض أنه يساوي صفر منطيني أيضا معامل المرونة الحجمي اللي هو الكي طبعا انتبه طلاب مرات يطيك معامل المرونة الحجمي مرات يطيك الـ Elasticity فأنت تطبق القانون المناسب في السؤال المناسب طبعا هنا الكي المعامل الحجمي الكي شين قانون هيقول delta P على delta V على V بالسالب فنجي مجرد ننزل أرقام خلنا نمسحها حتى تصير واضحة هنا شون رح ننزل أرقام delta P يساوي الـ P الثاني ناقص الـ P الأول و الـ P الثاني هو مجهول إحنا نريده الـ P الأول هو قائل لصفر نجي الكي نزلناها 2.1 في عسرة أس 9 نيوتن على المتر المربع طبعا نيوتن على المتر المربع تدرون أنتو نيوتن على المتر المربع لكن من أصعد النقم بالمقام إلى الأعلى رح ينتقل بإشارة الأوس ففي بعض المصادر كتبوها نيوتن في متر والسالب الثاني أيضا هذه صحيحة وهذه صحيحة ما عندنا مشكلة به نرجع إلى موضوعنا هنا أعدي هذا معامل المرون الحجمين الطنياب المتر المربع P2 مجهول صفر P1 على 750 الحجم الثاني 3.4 الحجم الأصلي 750 ناقص ألف الحجم الأصلي على ألف لكن هنا لو تلاحظون منطيني منطيني طبعا معامل المرون الحجمي بالمتر نيوتن على المتر المربع منطيني حجم بالسنتيمتر المكعب هنا إذا تريد تحول إذا تريد تحول رح يطلع لك الناتج نيوتن على السنتيمتر المربع يعني هنا التحويل مو ضروري التحليش مو ضروري لأنه إنت عندك P ما عندك مشكلة بها اللي هذا منطيك يا نيوتن هذه هي يونتلس يعني رح تختصر الوحدات مالتها فما عندك أي مشكلة بس إذا حولت يعني هذا هنا طبعا محول محول نيوتن على المتر المربع حولها إلى نيوتن على السنتيمتر المربع ليش؟ شون محولها؟ أدنا 2.1 في 10.9 ها شنو وحداتها نيوتن على المتر المربع يش لونا محولها؟ طبعا هنا ظارب في المتر المربع خلاها فوق والسنتيمتر المربع خلاها جوة فاش رح يصير 1 متر مربع 10 أس أربعة فكأنه ما ظارب في 1 على 10 أس أربعة هو بالفعل فهنا محول لي طبعا هنا من حوليه أنا لازم شخلي هنا ها طبعا هنا أكو غلط مطبعي هم أيضا ممكن نصلحوا هنا نشيل المتر هذا ليش نشيله؟ لأنه أنا محولة هنا وأقدر أيضا ما أحولي يعني ماكو مشكلة زيان؟ فهناش أقول أقول نيوتن على السنتيمتر المربع يعني الصور الصور أنت يحتاج لي الماء ينضغط ثلاثة أربعة حجمة يعني يصل إلى ثلاثة أربعة حجمة أصلي أحتاج منه أنه أحتاج زغط مقداره مقداره اثنين وخمسين ألف وخمسمائة نيوتن لكل سنتيمتر مربع وإذا ما حولت إذا هذا ما خليت له تحويل أيضا صحيح لكن إش قد رح يصير عندي هنا قسمنا يعني رح تنضاف عندك أربعة أصفار تخيل على المتر مربع خمسة اثنين خمسة صفر صفر وتنضاف لها أربعة أصفار واحد اثنين ثلاثة أربعة فرح يصير المقدار إش قد يصير خمسمائة وخمسة وعشرين مليون نيوتن على المتر مربع على موز أقدر أضغط الماء إلى ثلاثة أربعة حجم الأصلي فهذا من هذا المثال نتبين أنه السوائل غير قابل للانضغاط أو قابل للانضغاط بنسبة قليلة جدا وإذا ردنا أن تضغط بمقدار كبير فرح نحتاج إلى ضغط عالي جدا لكي يتم الانضغاط يعني نحتاج شغل عالي نحتاج إلى طاقة عالية فمعرف هنا لحد هذه السؤال أتمنى أن تكونوا فهمتوا الفكرة نجح على السؤال الرابع والأصور هو الأخير رح يكون يقول في الشكل الأدنى احسب الضغط الذي يجب أن يسلطه المكبس يعني الذي يحتاجه المكبس على الماء لتغيير حجمه من 10,625 سنتيمتر مكعب عند ضغط 75 يعني هذا الضغط أولي الحجم أولي عندك هذا الضغط أولي نقل لك إلى يعني هذا حجم ثاني وهذا شنو هو يريد الضغط الثاني هو يريد P2 هو مجهول زين ومطيك أيضا معامل ورونة الحجمي مطيك معامل ورونة الحجمي نجي هنا شنو نطبق المعادلات نقول كي تساوي دلتا بي اللي هي شنو التغير بالحجم التغير بالضغط آسف تقسيم الانفعال الحجمي طبعا هنا P2 مجهولة هو يريدها ناقص 75 اللي هي الضغط الأولي هياته نزلته هنا عندي معامل مرونة الحجمي أيضا نزلته الحجم الثاني 10614 هذا 10614 ناقص الحجم الأولي 10625 وأيضا عندي 10625 اللي هي V الحجم الأولي هياته نفسه فبعد تطبيق القانون هنا رح يصير عندي طبعا هذا يعني من أصفي المعادلة أريد P هاي P رح يساوي لهذا في هذا أضربهم مع بعض رح يطلع لي رقم وليكن A هذا الرقم زيان الأي رح يساوي رح يساوي لي P2 ناقصا 75 P2 ناقصا 75 فهنا P2 من أجيبها أصفيها واحد هاي رح يساوي لي رح يساوي لي أو خليها مكانها حتى لا تصير شكال عليكم الأي الأي ناقصا أصير زائدا 75 تساوي P2 هاي وديت هنا غيرت إشارتها فرح أحسبها في هالطليقة اشقد هنا أطلع لي حاصل ضرب إذني أجمع ويا الـ ومقداره رح يكون 292.4 نيوتن على السنتيمتر المربع يعني شوفوا فتكة 292 للسنتيمتر المربع لكي أغير حجمه فقط من يعني تقريبا هنا عندي 9 سنتيمتر مكعب أحتاج إلى هذا الرقم الكبير طبعا بالغازات رح يكون الغازات تحتاج إلى ضغط قليل ما تحتاج إلى ضغط كبير لتغيير حجمه فقط تحتاج إلى ضغط قليل فمن خلال هذه الأمثلة أرجو أن تكونون فهمتوا معامل المرونة الحجمي وكيفية استخراجه أو كيفية حساب أي مجهول موجود في المعادلة سواء P2 دلتا VV إذا كان عندك جميع المعطيات المعلومة إلا مجهول واحد إلى هنا ننهي هذه المحاضرة ونلتقيكم إن شاء الله في محاضرات أخرى تحياتي لكم وفي أمان الله تحياتي لكم وفي أمان الله